الثقافة ثورة في مقاومة تطبيع بهذا الشعار استهل اتحاد الكتاب الجزائريين نشاطه الثقافية بعد جائحة كورونا وخصص السنة الجارية لمواجهة تطبيع والعودة إلى فلسطين أم القضايا العادلة في العالم المثقفون الجزائريون يوحدون الجهود لنسرة فلسطين وينشدون المقاومة لرفض تطبيع الثقافة هي عمود بناء الدول والشعوب والحضارات والأمم وعليه فإذا لم تكن الثقافة هي السلاح القوي الذي يفكك ألعاب التطبيع والمغالطات فمن سيفككها؟ هذا هو المنطلق الأول لتأتي منطلقات أخرى رموز عالمية مقاومة دشنت انطلاق الفعاليات الثقافية المناهضة لتطبيع جسر من التضامن مع عوائل شهدائي والأسرة امتدت أواصره من أرض شهدائي إلى أرض فلسطين إن شاء الله بهلمتكم سننتصر يا أهل الجزائر يا شعب الجزائر العظيم يا أهل المليون الشهيد والله إنكم لا أملون في تحرير بيت المقدس من دنس يهود مدام الفلسطينيون محرومون من حقهم في وطنهم فلا يمكن أن يحصل تطبيع مع الاحتلال لذا يجب أن تكون هناك حملة ضد هذه الفكرة المستحدثة للتطبيع لم يسبق في تاريخنا أن كانت الحاجة أكبر إلى بناء تحالف عالمي قوي تحت عنوان التضامن الإنساني يكون بإمكانه تحقيق حلم الرئيس نيلسون مانديلا وفي برنامج النشاطات الثقافية أفلام وثائقية تؤرخ لثبات الجزائر في دعمها لفلسطين تحت عنوان الجزائر ضد تطبيع بأقلامهم وأفكارهم عقد الكتاب الجزائريون العزمة على أن يحشدوا لفلسطين الدعم الثقافية والفكرية وأن يدفعوا عنها مهالك التطبيع بتحسين الوعي ومحاربة تزييف يساهم المثقف الجزائري في حماية ثوابته وتحسينها لأبناء الأجيان المقبلة سوفيا المراكش العاصمة الجزائرية الميدين ترجمة نانسي قنقر